إذا منتبعنا كرام في هذا الخبر صراحة خبر غريب نوعا ما ولكن غير مستبعد طالما على أن نظام حضارة الجزائر هو نظام غبي بكل ما تحمل الكلمة من المعنى ودائما ردت الفعليا لك تكون ردود غبية دائما فالخبر يقول على أن الجزائر طالبت من جميع الماليين من جميع المقيمين دل دولة مالي في الجزائر بالمغادرة في موعد أقساه 31 ديسمبر 2023 أي نهاية هذا السنة نهاية هذا الشهر وشهر دجمبر صراحة إذا كان هذا الخبر حقيقي وكما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة دي عين من الحسابات ديال الماليين في موقع التواصل الاجتماعي لكي تسدولوا هذا الخبر إذا كان هذا الخبر حقيقي أعتبره أغبر قرار في تاريخ البشرية أنك تكون عندك أزمة ديبلوماسية مع دولة معينة وتموت جري على المواطنين الذين هم مقيمين عندك هذه ليست ديبلوماسية هذا غباء ونحن نشجع النظام الجزائري على الاستمرار في هذا المنوال لأنه كما شاهدتم من خلال الفيديو السابق الذي انشرته هنا يوم أمس واليوم كذلك خرجت مظاهرات في مالي تصف النظام الجزائري بأنه عميل لفرنسا وهذه حقيقة حقيقة تاريخية وحقيقة يعلمها الجميع لكن ردد الفعل النظام الجزائري متبعينا الكرام تجاه الأزمة مع مالي ولا تجاه الأزمة مع النيجر ولا تجاه الأزمة مع دول الجوار تؤكد لنا على أن هذا النظام هو نظام المفلس نظامه وصل وحد درجة ديال العزلة وحد درجة ديال الفشلة الديبلوماسية اللي خلاته على أنه يمشي اتخذ مثل هذه القرارات لأنا ما كان أكداش اللي كان فيها ولكن هي غير مستبعدة لبتا لأننا نتعامل مع النظام غبي بكل ما تحمل الكلمة من معنى والآن المتبعين الكرام حتى دول الجوار اللي كانت في واحد الوقت في وقت من الأوقات مخدوعة بالنفاق ديال النظام الجزائري وبالكلام المعصول ديال النظام الجزائري هي تستفيق اليوم على حقيقة النظام الجزائري تستفيق اليوم متابعين الكرام على من حشرنا الله في الجوار ليس فقط المغرب وليس فقط المغاربة وإنما الموريطانيين والماليين والنيجيريين والليبيين وحتى التونسيين نحن نجاور جورتومة بكل ما تحمل الكلمة من معنى نجاور الحركة ولاد فرنسا لكيقوموا بخدمة المصالح الفرنسية وهذه المسألة بطبيعة الحال وقفنا عليها في الشعارات التي رفعت في المظاهرات التي خرجت في مالي حيث بطبيعة الحال رفعت الشعار تسقط الجزائر وتسقط فرنسا وهنا نحن اليوم متابعين الكرام نرى هذه الأمور بالشكل الواضح ويعلم الجميع الآن مع من حشرنا الله في الجوار متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر